سؤالي يعني طبعا نحن نتابع ما يحدث في فلسطين وما يحدث في قطاع غزة والقضية الفلسطينية هي قضيتنا هي قضية العرب المعرض الكتاب القادم في العراق بإذن الله في شهر فبراير هتكون دولة فلسطين هي دولة الشرف فكلمنا عن هذه المشاركة في ظل الأوضاع القائمة في غزة يعني فلسطين هي ضيف شرف كل الفعاليات الثقافية في العراق هذا العام فلسطين ضيف شرف في معرض النجف للكتاب بسبوع القادم في معرض بغداد بعد أسبوعين في مهرجان المربض في البصرة بعد أسبوع وفي مهرجان بابل للثقافة العالمية كل الدورة عن الثقافة الفلسطينية الحالية وهذا الأخ فيكم هو رأي سيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشاعر السوداني هو صاحب هذه الرؤية لذلك أنا كنت أبحث في هذين اليومين لأنني مسؤول عن مهرجان بابل لكي نعرض مكتبة فلسطينية كاملة بمعنى أن نشتري من كل دور النشر كل ما صدر عن فلسطين بحيث أن الذي يأتي للمعرض يعني يمكن أن يقتري من كل دور النشر ما يريد لكن هناك جناع خاص سيكون لفلسطين التاريخ والحضارة والإنسان والهوية وهذه القضية التي لا تشبهها قضية بغض النظر عن كوننا عرب قضية الفلسطينية يعني قضية إنسانية بالدرجة الأساس لا يجد إنسان سليم يتعاطف مع شخص يخرج إنسانا من بيته أو يقتل طفله ولذلك نحن الآن أو يقضي على تاريخه طبعا لا يسرق حتى الفلافل أنا عشت سنوات الموروث الثقافي بشكل كامل أنا عشت سنوات في زيورخ كان هناك مطعم يهودي يبيع الفلافل ويكتب المأكلات إسرائيلية صحيح ولذلك إذا كنا يعني البعض يتصور أننا بطرانين بين قوسين عندما نتحدث عن ضرورة التركيز على الثقافة الفلسطينية حتى على الدبكة وعلى الثوب الفلسطيني هذه كلها أسس ثقافية توثيق توثق الهوية وتؤكدها يعني هذه الأغاني الشعبية الفلسطينية هذه كلها دليل حياة والشعب والذي تفضلت به سيدة الأكسندرة نحن الآن ينبغي في كل فعالية عربية بغض النظر عن أي بعد سياسي نتحدث عن قضية الفلسطينية بوصفها قضيتنا كبشر صحيح يعني أي شعب آخر لو يتعرض لهذا الظلم ينبغي أن نقف معه فكيف إذا كانوا أهلنا يتعرضون لهذا والثقافة الفلسطينية ثقافة عظيمة لا تحدث عن درويش وسميع لا لا تحدث عن كل الثقافة الفلسطينية بالمناسبة حتى في الرواية الرواية الفلسطينية من أهم الروايات العربية يعني بدءا بجبرى إبراهيم جبرى والمتشائل إلي حبيبي قسان كنفاني هذه روايات من مقاييس عالمية صحيح وليست من مقاييس محلية الثورة الفلسطينية عظمة الشعب الفلسطيني بأنه حول المأساة إلى إبداع متصل ومتعدد صحيح ومن هنا سترين في بغداد وفي كل العراق ويعني سترين أشياء مهمة للثقافة الفلسطينية هذا العام يعني دكتور لما عم نتحدث عن الموروث الثقافي العراقي وقلنا قديش الثقافة العراقية أثرت في الأدب العربي يعني حدثنا شوية عن تأثيرها وأيضا عن أهم الموروثات العراقية يعني ابتداء الثقافة العراقية هي جزء رئيس من الثقافة العربية وتشبه إلى حد كبير الثقافة في بلاد الشام في الأردن في سوريا في فلسطين في لبنان وأيضا في مصر وإن كان المزاج المصري في الإبداع مختلف لماذا؟ لأنه الثقافة المصرية بدأت روائية يعني المصريين أبدعوا في الجانب الروائي أكثر من الجانب الشعري يعني لديهم شعراء كبار لكن في العدد يعني نجيب محفوظ ويوسف الدريس وكل الأسماء الكبيرة المؤسسة جاءت من مصر من العراق جاءوا شعراء العراق بلاد شعر سوريا بلاد الشام كانت ثنائية في الأمرين لكن الرواية المصرية يعني الآن أنت لا تحتاجين إلى أن تدرسي الحارة المصرية أنت تقرأين نجيب محفوظ فتعيشين في الحسين وفي السيدة وفي الغورية وأنا أحفظ تعيش تفاصيل أنا أدخل في شارع المعز وأقول للأصدقاء سأدخل رواية بين القصرة هنا صحيح وهذا جزء رئيسي في العراق نعم هناك يعني الآن من السنوات السبعينات صعودا بدأت تظهر لدينا قصة قصيرة ورواية مهمة لكن ظل العراق بلد شعر والعراقيون أحيانا نحن نناقش في الإعلام لماذا لدينا لغة إعلامية في العراق رومانسية لأن غالبية الإعلاميين شعراء وهذه مشكلة زملنا أصلا أحمد شكري شاعر أصلا طيب يعني حضرتك وأنت تتحدث في ده بيذكرني على فكرة إحنا موجودين هنا في التلفزيون ده اسمه استوديو عشر حيث تقام كل الأعمال تصوير كانت الأعمال المختلفة الدرامية ومنها أيضا أعمال مقتبسة من الأدب زي ألف ليلة وليلة فألف ليلة وليلة يعني وإذا كان في العراق طبعا قرأنا عنها كثيرا ولكن ألف ليلة وليلة بقت أسطورة موجودة دراميا الناس تعلقت بيها وبعدين بدأوا يقرؤون يعني أحيانا الدراما قد تأتي الآن أولا ثم يعود القارئ إذا أحب أو المشاهد إلى الكتاب لأتأكد بقى من من الأزمنة من تفاصيل مختلفة هذا العام في رمضان المقبل حيكون فيه تاني ألف ليلة وليلة هي مرتبطة جدا بالتقس المصري رغم أنها قصص كثيرة عربية مختلفة كيف تراها وأيضا المقارنة بين الأدب المصري والعراقي شوفي ألف ليلة وليلة ككتاب هو الكتاب العربي الأكثر شهرة عالميا صحيح وأثره في الأداب العالمية واضح صحيح يعني الأدب الفارسي والتركي كلها بدأت موازية لألف ليلة وليلة الأهم في ألف ليلة وليلة شافكي أن السيدة شهرزاد هي التي تكون العوالم وليس الرجل الرجل سياف أيها ليس حول هو هاتف السيف كل الواقع لكن هي وهذا قليلا ما ينتبه له هي التي تروي القصة تخلق القصة تحرك الأشخاص ثم هي تتركه متشوقا لليوم الثاني أيوة أنا بكرة هتم هذا ينبغي اليوم يعني نحن صورتنا كعرب في أوروبا وفي العالم قادمة من ألف ليلة وليلة أيوة صح يعني صور زملائي في الدكتوراه في جامعة بيرنت في سويسرا كانوا يسألونني كم جارية لديك فأنا في البداية كنت أصدم بعدين تذكرت أن هؤلاء يدرسون في قسم الشرق الاستشراق ويعرفون ألف ليلة وليلة صح فأنا أقول لهم هذه ليست يعني من صالحكم لأن هذه تعكس فترة من الفترات لم تكونوا فيها موجودين في المعرفة يعني هذه بالأخير كتب يعني شهرزات لوحدها أنتجت عشرات الروايات لأن سيدة شافك تحدثت عن المسلسلات الدرامية صحيح كل قصة في ألف ليلة وليلة تصلح أن تكون عملاً درامي صح صح وإذن ونحن في الزمن هذا الهجوم الألكتروني على الإعلام والتواصل الاجتماعي الدراما ستكون هي مركز الحدث وينبغي أن نستعد بدراما مثقفة وأيضاً مسلية وأيضاً لأنه يعني في السنوات الأخيرة بحكم العمل كنت أتعامل مع الموضوع الدرامية وأيضاً نحتاج إلى فنانات يجذبنا الشباب يعني فنانات جميلات يعني لأن الجيل الجديد ينظر إلى أنه من زمن مختلف صحيح لا يمكن أن أتي بما كان الحكوات يجلس في مقهى في عمان أو في دمشق ويروي قصة يقرأ في ألف ليلة وليلة الآن لا يمكن أن تروها ألف ليلة وليلة هكذا ينبغي أن يكون دراما وأن تكون يعني شخصيات معالجة معالجة درامية هامة وأيضاً المؤدين الفنانين ينبغي أن يكونوا مواهب كبيرة صحيح يعني إحنا منقول في ظل التطور اللي عم بسير لازم نستغله في صالح ترسيخ وجذب المتلقيين الجدد للرواية والشعر ويمكن هذا نفس الشيء لازم نعمله بالشعر نحاول القدر الإمكان لو كان ممكن يتغنى حتى يقدر الواحد فعلا أنه يفهمه ويعرفه بشكل أكبر